بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم بعد أن أصاب المسلمين ما أصابهم من الهزيمة ومن القتل والجراح ومن الفشل وفرار بعضهم فإن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم النعاس أنزل عليهم النعاس الذي أصابهم لأن النعاس أمان والذي ينام هذا آمن فالله رحمهم سبحانه وتعالى وأنزل عليهم السكين والطمأنين حتى أصابهم النوم وهذا تأمين لهم وإذهاب للخوف عنهم فما منهم من أحد إلا وقد أصابه النعاس حتى إن بعضهم جعل يسطط سيفه من يده ومن النعاس الذي أصابه أمنة نعاسا يغشى طائفة أي جماعة منكم من المسلمين وهؤلاء هم المؤمنون الصادقون الذين لم يكترثوا بهذه المصيبة وهذه النكبة لأنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره ويؤمنون أن ما أصابهم فهو خير لهم من الله سبحانه وتعالى وفيهم من الشجاعة والقوة ما يثبت قلوبهم وفيهم من قوة الإيمان ما يبعث فيهم اليقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم طائفة من المتظاهرين بالإسلام وهم المنافقون لم يصبهم النوم في هذا الموقف لما عندهم من الرعب والفزع وضعف الإيمان والشماتة بالمسلمين قد أهمتهم أنفسهم يخافون من الموت ويخافون أن العدو يرجع إليهم ويستأصلهم فهم لم يصبهم هذا النعاس وهذه علامة فارقة بين أهل الإيمان الصادق وأهل النفاق جعل الله هذا النعاس علامة فارقة بين أهل الإيمان الصادق وأهل النفاق يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق يظنون أن أمر المسلمين قد انتهى وأن الإسلام قد انتهى ولا رجوع له هذا يظنون بالله غير الحق أنه لا ينصر رسوله ويظنون أن الإسلام قد انتهى ظن الجاهلية يظنون ظن الجاهلية والجاهلية ضد العلم والمراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من حالة من حالة المشركين والكفار فهم يظنون بالله غير الحق وهؤلاء الذين ادعوا الإسلام هم على هذه الوتيرة لأنهم كفار في الباطن فهم يبقى عندهم ظن الجاهلية وأمور الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ما هو هذا الظن؟ ظنوا أن الإسلام قد انتهى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل وأنه لو كان نبيا حقا لما حصل عليه ما حصل وأيضا لا يؤمنون أن ما حصل هو بقضاء الله وقدره وإنما يردون هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم هم الذين جلبوا جلبوا هذه المصيبة وهذه النكبة ولهذا يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذا من باب النفي أي ليس لنا أمر وإنما الأمر لمحمد وأصحابه ولذلك صابتنا هذه النكبة ولو كان لهم من الأمر شيء بزعمهم لم يصبهم ما حصل وإن الأمر كله لله ليس للرسول صلى الله عليه وسلم وليس لكم وإنما الأمر لله جل وعلا كما قال تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء فالأمر لله جل وعلا والقضى والقدر بيد الله والأمر والنهي كله بيد الله سبحانه والرسول إنما هو مأمور ومدبر من الله سبحانه وتعالى هم ينكرون هذا ينكرون أن هذا بتقدير الله وبقضاء الله وقدره وإنما هذا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي سبب لهم هذه النكبة بزعمهم إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا ولهذا قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هناك لو كان الأمر إلينا والتدبير إلينا ما حصلت علينا هذه النكبة بزعمهم أنهم أهل خبرة وأنهم أهل رأي وأنهم أهل سياسة حربية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاصر في نظره وأن صحابته لا يفهمون وهذه مقالة المنافقين في كل وقت يلمزون المسلمين بالتغفيل ويلمزونهم بالتأخر وبقصر النظر إلى غير ذلك من الألقاب لا تزال هذه من المنافقين في كل زمان وفي كل مكان لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا رد الله جل وعلا عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم يعني لم تخرجوا ولم تحضروا المعركة وقد كتب الله عليكم القتل لبرزتم وخرجتم من بيوتكم وسرتم إلى مضاجعكم إلى المواطن التي تقتلون فيها في قضاء الله وقدره قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل أي قدر عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى الأمكنة التي يقتلون فيها يساقون إليها قضاء وقدرا فليس بقاءكم في البيوت بمانع من وصول الموت والقتل إليكم كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا توفيق والتثبيث والسداد على الحق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر